مساء الخير وحياكم الله في صالة القبس حادثة مؤسفة وتعتبر استغلال سيء للسلطة وهي أمو الأولى من نوعها خصوصا أن المتهم فيها هو ابن ممثل الشعب نائب في مجلس الأمة وللمفروض يكون قدوة القصة باختصار أن ابن أحد أعضاء مجلس الأمة كان يقود سيارة والدة المخصصة له من مجلس الأمة وتعمد الاستدام بمركبة مواطنة فوق هذا أثبت فحص الطب الشرعي للشاب أنه كان مخمور وقت الحادث يعني مخالفة صريحة ثانية للقانون وهيبته ليه نيوما انتهت سلسلة المخالفات رجال الأمن طبقوا القانون وتم حجز ابن النائب في نظارة مخفر أبو فطيرة مع مواطنين اثنين كانوا معا بسيارة أبو أو مثل ما قلنا سيارة مجلس الأمة لكن اللي زاد الأمر سوء أنه تم التهجم على رجال الأمن مصدر أكد للقبس أن ملف القضية وصل لكبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ورح يتم تطبيق أقصى العقوبات على المتهم خصوصا بعد ما تبين أن الطالب ضابط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية يعني رجل قانون وهذا أيضا شيء يؤخذ بعين الاعتبار هذه الحالة الثانية لأحد أبناء النائب نفسه وسبق أنه تم القبض على ولده الثاني قبل شهرين وهو حدث يقود سيارة بدون رخصة قيادة ولما قام رجل المرور المهامة وحجز الحدث بالدورية كانت المفاجأة أن النائب مع أشخاص تدخلوا وساعدوا الحدث على الهرب في مشهد غريب وتم تسجيل قضية تحت مسمى تمكين مقبوض عليه من الفرار وإهانة موظف أثناء تدية عمله إذا عددنا هالمخالفات التي تكسر القانون أن توصل لحقيقة مرة وهو اعتقاد لدى البعض بأن القانون مفوق الجميع وأن بعض المسؤولين وأبنائهم خصوصاً اللي مثلون الشعب ما عندهم احترام للقانون اللي أقسم عليه النائب تحت قبة عبدالله السالم هذه الثقافة لازم نقضي عليها لصالح البلد تكرار هالحوادث تاني أنه في مشاكل تحتاج التشخيص والحل واليوم الردع لازم يكون نابع من الشخص نفسه سواء كان صاحب منصب أو بدون منصب وإذا كان صاحب سلطة ويخالف القانون ويظلم خلق الله هني المصيبة تكون أعظم الله يصلح الحال مشكورين على المتابعة فمعنا الله ما السلامة